كو كولي بنا تشراكو مصابة لبز الحمد لله اليوم ان شاء الله نحنشارك معكم روتين عيني بالمطقة الحساسة هادا فيديو سبيسيال للعرائص لي راهم غادي روحو مولايد اول حاجة لازم تفهميها بالمطقة الحساسة مستحيل راح تبيديها كما لون بشرتك او لون يديك هي ربي سبحانو خلقها كاداكينة بدرجتين على لون بشرتك هادى فكرة لازم تتقبليها كيف مكان اول خطوة اللي لازم تحتامديها اللي هي نزع الشعر بشكل دوري يعني بعد نهاية الدورة الشهرية شعر تاع الجسم كسسوات على المطقة الحساسة ولا الايبات كي ما تتقلعوه اش راح يسبب بنا الروائح الكاريهة وما من الويل وكان دوشي كل يوم وراح تبقى فيك الريحة ماشي شابة وكل واحدات تستعمل طريقة اللي موارف تستعملها لتقلع بها الشعر كسسوات بالجيلات ولا بلاسير اول طريقة بالنسبة للبنات اللي يبغوا يتقلعو بالجيلات نصحكم بهدي الجيلات تاع فينوس لها من البنات تدير خمسة وعشرين عف بزاف هيلة تقلعو بالجيلات كين البنات اللي يستعملوا الجيلات يخافوا ملاسير بالنسبة للبنات اللي يقلعو بالجيلات اول حاجة تديرها لازم تعقمي الجيلات تاعك تديري فيه الاركل ولا ترشي عليها الاركل وتوقعي هكا تهوي فيها باش يروح لها كامل هادوك اللي يبغي تيغي من بعد ما تعقمي جيلة تاعك لازم تستعمل قوماج كينما انا يكمل لي اللي بنات اللي لستو هذا القوماج تاع اورغانيك شوب غير شروب بزاف هيلة انا اكمل لي القوماج تاعي يكمل لي ولي ما عند اجدرها تصنع القوماج غير واحدها كينما بقدر جيتها معاكم في الفيديو تاع المرة اللي فاتت تعروتين استحمام قابل الدوش ولا تقدرو تصنعوه وحدكم تحتاجوا فيه السكر الجيل دوش زيت جونسون والميزينة تبقاو تقومو فيها كغير بشوية حركات دائرية وغير بشوية من بعد ما تستعملي لي القوماج راح تجيبي لي بادي موس ولا تشري موس واحدها هادو كيمال رغوة اللي يدروها الرجال كيبو يقلعوا اللحية بتاع الحسانه كامل ولا تقدري تستعملي لي ترصابون ولا الجيل دوش لازم تقلعي بالجيلات لازم تكون منطقة هكو تكون فيها الرغوة باش تم تم تشمشي الجيلات بلا ما تجرحوا اروحكم طريقة النازع لازم تكون من الاعلى الى الاسفل يعني منهم وشر تقلعي من بدالك نفس المنطقة اللي تقلعي منها من فوقها تعود تقلعي من تحتها هذي هي الطريقة واللي ما تبغيش تقلع بالجيلات تبغي تقلع باللاسيغ ناصحك البنات بهذه الاسيغ ولازم تستعملي لي الشمعة لازم يكونوا تعميم فريما اللي بنات اي في كاس بالخف تقلعوا بها الشعر طريقة كيفاش تقلعوا الشعر باللاسيغ راني بقتاجتها معاكم في لاشان دخلوا وحوسوا راح تسيبوا بالتفصيل لكم بالنسبة اللي بنات اللي اول مرة راح يستعملوا لاسيغ من الاحسان ما تحيش داركتو من تستعمليها في لازون انتيم احسن طريقة تقلعوا بها الشعر باللاسيغ احسن طريقة تقلعوا بها الشعر باللاسيغ وراح نقولكم ما زعما اول مرة اللي راح تستعملها الشعر اللول ولا لا ليكوا فريما اللي بنات راح تدركم ولكن من بعد كيتولوا تشوفوا الغيزيو الثان منطقة لازون انتيم تولي ما ينطفها الشعر بزاف وكامل فريما اللي بنات راح ترحموا عليها نقولوا ويسا ما قالتش نجدر وقت تنظيف المنطقة الحساسة لازم يكون عندك جيل انتيم تشريه ما عند الفماسي ماشي مالكوسميتيك تغسلي به مرة او مرتين في الاسبوع فقط ما تكتريش منه ماشي تقولي كينولي نغسل به كل يوم راح تولي المنطقة مقية لاختي لازم تغسلي به خطرة او مرتين في الاسبوع اذا زاد الشعر حدي انقلبه الى ضده راني نقولك ونعاود باش نكونوا متفاهمين مليح مليح اصلا احنا المنطقة الحساسة تنقي روحة بروحة دوك اللي بيكتغي اللي تفرزهم ينقو روحهم بروحهم فهمتو واللي ما عندهاش باش تشريه جيل انتيم اللي بنات هذا الرخيص تعنات يوغا بخوي دي رغير دوز ميل واللي ما تقدش انها تشريه تستعملي صابون الطرف هذك السامط نجدر وكل الترتيب المنطقة الحساسة لازم غير تخجي لي مدوش لازم ترطبي لي لازون انتيم كسوات تستعملي جيلات ولا لازم تستعملي ترتيب المنطقة الحساسة يكون عندك كسوات زيت جونسان ولا انا عندي زيت سيفوغا كل واحدة تستعمل داك الشي اللي عندها ولي ما عنداش تتعمل لك الزيت اللي طيبو به عادي بالنسبة لي اهم مرحلة اللي هي مرحلة الترتيب ضروري لازم ترطبي لي لازون انتيم ماشي غير مرمو ردوش لازم كل يوم بسكو الافات في كدلحتي الشعر وباش شعره يعني كيت تعاود تنبت متوقوش متنبت شواكفة تنبت راقدة لازم ترطبي لي في غير مرحلة اللي هي مرحلة التنشيف المنطقة ضروري راح يكون كاين فرق كبير كيت كوني تنشفيها لانو لو كان متنشفيهاش راح تولي منطقة سوداء كاين فرق ما بين داكينة سوداء فهمتي سما لازم تنشفيها بعد كل ما تغسلي بالماء ماشي غير كيت تدخلي دوشي حتى هكا كل ما تبغي تدخلي التوالات ديري ينسي غبيت تكون قدامك غير تبغي تدخلي ترفضيها و تدخليها معاك غير تبغي تخرجي مسحي نشفي و خرجي يفغي مو اللي بنات اللي ما كيت تغسلي وتخلو المنطقة هكا تكون من الديع بهذا كلمة هذا كلمة اللي بنات بروحه يولي يرجع المنطقة سوداء و تولي فيكم الريحة فايح و ما كي خاصر اولو الى روح تيوش يسيلي هادو تقوى سغبيت في ثلاثة لبنات جاي رطيت با في ثلاثة لبنات دير غير ديميل ولا كازميل فغي مو اللبنات راح تيبوها و مسحي بها نهار كون بلي تبغي تمسحي بناس لسغبيت غير في الليل كي جي الليل تبغي ترقدي لازم تغسليها و تنشفيها و تحديها بالحداد باش تكون لك كامل هادوك اللي بكتيري نجو دروك اللي هي اهم مرحلة اللي هي لبنات لازم ملابس تاخيرية يكونوا قطنية 100% اعلاش بسكو كي تكون قطنية راح اللي بنات تحملكم لمنطقة حساسة و من الاحسن لازم تكون لكولوت تحكم بيضة بيضة بيج كلاغ و عندك رغوس اعلاش قطنية غير هادو اللي كولوت اللي تكون اللون اللاكولاغ تاحا داكينا كي مر نواه راح لازون انتيم راح تنتقلها نفس اللاكولاغ و راح تولي في لحمك صراحة لاحظتها انا يا كل ما نبس لكولوت نواه نحس انو السبغة تحو فريمو اللي بنات ندخل للدوش و من كي يسوقع ولكن تبقى لازون انتيم كحلا هلا بيهاني نانسيستي لكم انكم تجروا لكل اغلي كونو فاتحي تاني حاجة اللي هي لازم تكون لكولوت تحكم السايز كيفاش يقولوا السايز بالعربية؟ مالباليش يعني إلا كنت يتربسي ال S لازم تشرين ال M وإلا كنت يتربسي ال L وإلا كنت يتربسي ال L لازم تشرين XL وإلا كنت يتربسي XL لازم تشرين XXL كما أنا ياني البس ال L راني نشرين XXL. ملمي؟ من شغير داكينا وان بلس دي سا إلا كانت مزير عليكم ديروا في باكم غادي تولي فيكم لزيفكشن. پوركو علا تولي فيكم لزيفكشن؟ باسكو اللي بيكتغي راح يتولو غير تمام متراكمين مين الاحسان تبسوها تكون عريضة وتولي عالاقل تولي يعني تستهوى المنطقة الحساسة. حاجة اللي فرامو نيساسة لازم تكون عند اي بنوطة اي بنت كسوة كبيرة ولا صغيرة لازم تكون عندكم بخوتاج سليب. بخوتاج سليب وش هي الفايدة تحم انهم يخلو لك لكلو بتاعك تبقى نقية ومام لبنات بسكو حنا يا اه فينا دوكل الافرازات المهبالية كل يوم وكل دقيقة لازم لبناتكو عندكم بخوتاج سليب ليتبدلوها تخوفوا حتى الكاتفة في الجورني باش لبنات هكا بسكو علاش الافرازات المهبالية يطلقوا روائح كاريها من الاحسن ديرو بخوتاج سليب باش هكا منها متوليش فيكم ليحا مشي شابه ومام تخليكم لكلو تاعكم تولين قيا انجو دروكل تبييد المنطقة الحساسة تبييد المنطقة الحساسة بالنسبة كي ما قلتوكم باللي ربي سبحانو خلقها هكا داكينة بدرجتان على اللون البشرة تاعك وهدي فكرة لازم تتقابليها كيف ما كانت ليكو بالنسبة اللي بنات للمنطقة تاعهم للمنطقة الحساسة داكينة رايحة لتسويديد نسحكو بهدي لك خيم تاع اسيام انا هدي لك خيم اسيام استعملها على البشرة تاعي وشريت انجو بوات جديدة باش نولي نستعملها غير للا زون انتيم علاش؟ باسكو هدي لاك خيم لبنات اسيام انا اللي كنت نستعملها وكنت نستعملها على جل اللي تاشتاع الحاب وعلى جل اللي كيندير الخيمار يبقى فيها اللي تخاصتاع الخيمار الشي تاعلى جرها كنت قاعدا نهدر انا وخالتي على جل هادو السوالة تع عينيه بالمنطقة الحساسة وهدي الاسويدة دو كامل قلتلي نفس لاك خيم اللي راك استعمليها لبشرة تك شري واحدة اخرى واستعمليها للا زون انتيم استعمال تها لبنات استعمال خارجي ما بين فخدين كان بزاف لبنات اللي جاي نفخدهم يطلقا ويسرى لها عندهم الاسويدات ما بين فخدين وتستعملوها فوق يعني يعني في المنطقة الخارجية تاع لازون انتيم الشي من داخلها طريقة الاستعمال ديروها لبنات وديرو فوقها ساشي ولا حاولوا انكم كديروها خلوها حتى تشربها البشرة باش عادك تلبسو سروا لبنتبسو لكيلو تتحكم وبلا ما نساو تهوية المنطقة الحساسة تلعب دور كبير بزاف باسكو الهال لازون انتيم هي منطقة جاية ايزولي يعني ما يصلها الني هو الني حتى حاجة لازم لبنات على الاقل هكا كي تكونوا في اللي تاوو ترقدو ولا يعني ما تلبسوش لكيلو تحكم بسو سي كليس ولا وحاجة تكون عريضا ما تلبسوش لكيلو الا 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 كانت فيكم لابسو سليب عادي ولكن الى في الايام العادية هكا كنتم غير تربدو لبسو غير سي كليس في بلاسة لكيلو وخلو منطقة الحساسة تستهوى وصوتو لبنات راه جاي الصيف وكامل داوموا على هادي الى كخام فريمو لبنات راح تشوفو ان بان غزلتا جيس باغ لبنات تكون عجلكم على الفيديو وتلغى في فيديو الجاي ان شاء الله باي